القاضي براين لاذيسن يعلن نتائج تحقيق طال انتظاره فبعد ثمانية أشهر من التحقيق في أخلاقية الصحافة وبعد الاستماع لشهادات العشرة من السياسيين والصحفيين وأصحاب المؤسسات الصحفية ومسؤولين في جهاز الشرطة خلص لاذيسن إلى أن الصحافة أساءت استخدام سلطتها لسوء الحظ وكما تظهر الأدلة ومن دون أي شك ففي مناسبات عديدة تم تجهل هذه المسؤوليات بالإضافة إلى ميثاق الشرف للمحررين وهذا ألحق الأذى بمصالح الشعب وأدى في بعض الأحيان إلى تفشي الفوضى في حياة بعض الأبرياء أوكل هذا التحقيق للقاضي لاذيسن بعد فضيحة التنصت على هواتف مئات الأشخاص التي تورط فيها صحفيون كانوا يعملون في مؤسسات صحفية مملوكة لهذا الرجل إمبراطور الإعلام روبرت ميردوك أدى اكتشاف هذه الفضيحة إلى إغلاق إحدى صحفي ميردوك وهي صحيفة تونوس أوب دا ويرد وبعد أكثر من 160 عاما من النشر السؤال الآن ما هو مستقبل الصحافة البريطانية بعد سلسلة من الفضائح المهنية جاءت الإجابة في توصيات لاذيسن يحتاج الإعلام إلى إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تكون مستقلة حقا عن الحكومة والسياسي هذه الهيئة يجب أن تعزز مستويات الصحافة وتحمي المصلحة العامة وحقوق الأفراد وحريتهم ويجب عليها أن تحدد المعايير وتطبيقها وأن تنظر في الشكاوى الفردية ضد أعدائها وتؤمن خدمة غير مكلفة للتحكيم في الشكاوى المتعلقة بالقانون المدني رئيس الهيئة وأعضاؤها يجب أن يكون مستقلين وأن يتم تنصيبهم بأسلوب منصف وشفاف انتقد لاذيسن أيضا علاقة الصحافة بالرجال السياسة والشرطة فأصابع الاتهام وجهت لبعضهم بعد أن أثبتت التحقيقات أن مؤسسات صحفية دفعت أموالا لعناصر من الشرطة للحصول على معلومات حنحية فضلا عن صداقة رؤساء تحرير بعض الصحف لمسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وفي مجلس العموم أعلن رئيس الوزراء قبوله تقرير لبسن استجابة لتوصية القاد لبسن الذي أوصى أيضا بنشر معلومات أكثر عن التفاعل بين رجال السياسة والوسائل الأعلامية وهذا الأمر سيطبق على كل الأحزاب وباسم الحكومة أعلن قبولنا للتوصيات وخارج القاع التي تحدث فيها القادي لبسن تظاهر بريطانيون للمطالبة بإنهاء ما سموه مافيا ميردوك يرون أن رجل الأعمال الأسترالي الأصل هيمنى على السلطة الرابعة في العقود الأخيرة تحصنت الصحافة البريطانية لعقود عدة من أي نوع من الإجراءات الرقابية حكومية أو غير حكومية ولكن يبدو أنها ستشهد نوعا من الرقابة خاصة بعد تقرير القادي لبسن ليس لضمان حرية الأفراد فحسب ولكن لضبط العلاقة بين الصحافة والسياسة أحمد نهر بي بي سي لندن